فإنسان كيف أنت أمتعم لأنقذ سيم يؤدي إلى مزيد من النيار البلد مين بيقدر يفوت بالبلد الشيء لأبي هذا التفكير نوعين التفكير كان في مراهنات دولية أبقول مش أبقول محلية كمان لحتى ما حط أحد من الداخل أنه المتهم لأنني لا أريد أن ألسق هذا الواقع بأي من الشخصية اللبنانية كان في مراهنة أنه إسرائيل رح تفوت إسرائيل رح تضرب حزب الله وتصفي إسرائيل رح تفكي بنته إسرائيل رح تزربه بيته وتفلي هذه كانت أوهام بأوهام وثبت ذلك لما لا يرقى إليه الشك عندما وقف قالت ووقف الجميع بإسرائيل يقولوا أنت لم تقدر على حزب الله وأجلوا الصراع مع حزب الله إلى أفق بعيدة رفع سأف الخطاب الآن كرميل مسألة الحوار كرميل مسألة مواقع القوى والنفوز هذه قصة كلها أما الأحلام بقضية تفكيك البنية بقضية نزء السلاح بقضية إلغاء دور حزب الله وإلى ما هناك من تفكير هو خطأ بخطأ بخطأ بالعكس بدي أفترض أن حزب الله أخطأ وبدأ أفترض أن هناك قرارات اتخذت خطأة كان على الفريق اللبناني وهي وجهة نظري أن يتم أن يعني يتخندق جميع اللبنانيين بخندق واحد اسم الدفاع عن لبنان ومن ثم من موقع القوى من موقع عدم التشكيك بخلفية هذا وذلك بالناس نذهب إلى حوار لوضع استراتيجية دفاعية طالما أن العدو الأسرائيلي أبي فكر طب هذا ما طلب الدكتور جعجع الحوار ولكن ما بعد الانتخاب وليس ما قبل الانتخاب رئيس الجمهورية بخطأ تبكر ما بدوش قبل الانتخاب رئيس الجمهورية يعني أبدوش رئاس جمهورية لا بدي أرجع أحكي بهذا الموضوع لأنه اللي بيعتبروا فيه أطر دستورية واضحة أنا هم أقول بيستغرب مع حسن نوايا الرئيس بري بهذا الموضوع وأنا بعرف أنه حسن نوايا لشو اللي كمان روحوا على انتخابات واللي بيطلع بيطلع لا خلينا أنا ضد فكرة أول شيء بالمبدأ أنا أقول هذا المجلس عاجز عن انتخاب رئيس لا يملك أكثرية نيابية ألزم الديمقراطية البرلمانية شو البرلمانية؟ البرلمانية هي أكثرية وأقلية طيب وقت الأكثرية والأقلية بش موجودة يعني ما بتقدي تنتخلي رئيس يعني ما بتقدي تألفي حكومة يعني ما بتقدي تجمعي مجلس نواب يعني ما بتقدي تعني قانون يفكر بأصحاب الحقوق من الودائع التي نهبت وصرقت في العهد الماضي طيب سؤال بظل هكذا عاجز بإسرائيل شو صارت؟ العدو ما قدروا ألفوا حكومة خلق الأربعين يوم راحوا لخمس انتخابات نيابية بأربع سنوات لتأمين أكثرية لمصلحة هذه الحكوم صوت أو صوتين أو أربعة أنت في لبنان وبالتمديد للمجلس النيابي حتى هولي خلوا ينتظروا على إجراء انتخابات نيابية مبتل انتخابات مؤمة ما قدروا ينتخموا رئيس ليش بدوا نعملوا وفاء على الرئيس شو مي هي نظرية الوفاء؟ دعايلة لحكي كبير شو أساسة نظرية الوفاء؟ أنت بنزام ديمقراطي بردوما تنزل الانجلس النواب وتنتخب لي بيأخذ أكثرية بشي طبعا تحسن في الدستور نعم 86 نصاب 65 الدورة التانية هذه بصل لا وزير القوى الحزبية الوزير جعجع الدكتور جعجع والآخرين أقولوا نحنا بنا نحضر لأنه نرفض التعطيب جيد بس مع أنه التعطيل حق من حقوقهم جيد ما الانتخابات؟ بيجي قرصو 60 سوطي ربع انتخابات وانت على الموضوع شو نطرين؟ نطرين دعوة الرئيس بري لجالسة انتخابية يدقي الرئيس بري ولكن انت في حالة الآن انت بحالة حرب جمعة ماين وأنا بعتقد صاري تقريبي وقف اطلاق النار ما رح تتأخر بعتقد بعدها بيروح بانتجاه دعوة المجلس النية بطبعا دائما